ترجمة نانسي قنقر بمناسبة تهنئة سموه التي عبر عنها في جلسة مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى مرور 23 عاما على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة قالت سموها في البرقية إن ذكرى مرور 23 عاما على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة هذا الصرح الوطني الذي نعتز كثيرا برئاسته طوال مسيرته حفلت بالكثير من الإنجازات تحت راية قائد الوطن والدكم العزيز صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعارضة حفظه الله ورعاه لافتة إلى ما تبديه الحكومة بلأزة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من تعاون حفيظ مع مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة كان له بالغ الأثر فيما تحقق من تقدم ورفع للمرأة البحرينية على جميع المستويات فيما يلي نص البرقية الابن البار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظكم الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن داع دواعي الفخر والاعتزاز أن نتلقى تهنئة سموكم التي عبرتم عنها في جرسة مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى مرور 23 عاما على إنشاء المجلس الأعلى المرأة هذا الصرح الوطني الذي نعتز كثيرا برئاسته طوال مسيرته التي حفلت بالكثير من الإنجازات تحت راية قائد الوطن والدكم العزيز صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مما لا شك فيه فإنما تبديه الحكومة بالموقرة برئاسة سموكم حفظكم الله من تعاون حفيظ مع مؤسسة المجلس الأعلى المرأة كان له بالغ الأثر فيما تحقق من تقدم ورفع للمرأة البحرينية على جميع المستويات وترجم واضحة للعيان في إدماج احتياجاتها في التنمية لتساهم بكل اقتدار بجانب أخيها الرجل في تحقيق نهضة هذا الوطن ووضع اللبنات الأساسية لمستقبل أكثر ازدهارا في ظل ما تحظى به من دعم وتقدير في الختام نكرر عظيم امتناننا لسموكم سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم ويديم عليكم مفور الصحة والسعادة ويجعلكم سندا وذخرا لتحقيق رؤى جلالة الملك المعظم لمؤصلة مسيرة النماء والعطاء بكل حكمة واقتدار من أجل خير وازدهار مملكتنا العزيزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدتكم سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة